طيب تعالوا نشوف، نشوف النص المعلوماتي بتاعنا بيقول إيه؟ عنوان النص الأهم فالمهم وبيقولي في البداية أجب عن هذا الاختبار البسيط لتتعرف قدرتك على تحديد أولوياتك وتنفيذ المهام المهمة أولاً اقرأ كل عبارة واختر الإجابة المناسبة وكلما كانت إجاباتك صريحة ونبع من شخصياتك الحقيقية كانت النتيجة حقيقية يعني إيه؟ يعني قدامك دلوقتي عشر اختبارات أو عشر أسئلة للاختبار ده هتجاوب عليهم بي دائماً أو أحياناً أو أبداً لازم أن تكون إجاباتك صريحة بمعنى ما تتجملش في إجاباتك حتى لو بتعمل شيء خاطئ هتقول الكلام دوت لأن ده الاختبار ده حاجة شخصية بالنسبة لك هتخيم حضرتك واقف فين بالزبط من استغلالك للوقت أو تضيعك للوقت طب تعالوا نشوف إزاي؟ أول حاجة أول مهمة بيقولها لي أقضي معظم أوقاتي في آداء أشياء مهمة فأنت هتشوف هل أنت بالفعل دائماً بتقضي وقتك في حاجات مهمة؟ ولا أحياناً ولا دايماً بتضيع وقتك ده كل شخص مننا وكل طالب منكم أكيد مختلف عن الآخر ما فيش واحد فينا زي التاني فيكون اختيارك يا إما دائماً يا إما أحياناً يا إما أبداً على حسب ما تقوم به أنت لعشان تكون النتيجة في النهاية حقيقية رقم اتنين أقول لا لأشياء تضيع وقتي وغير مهمة الحاجة اللي بضيع وقتك بقولها لا في رقم تلاتة أنفذ المهام المطلوبة مني في الوقت المحدد لو أنا بعمل كده أقول دائماً لو في بعض الأوقات بقول أحياناً لو ما بنهيش المهام بتاعتي في الوقت المحدد وبضيع وقتك بقول أبداً في رقم أربعة أدون المهام التي لدي في جدول لتنظيمها بعمل جدول كده بنظم المهام اللي عندي هل أنا بعمل كده ولا لا؟ رقم خمسة أفكر في الأشياء المهمة حتى أستطيع وضع خطة منظمة أفكر في الأشياء المهمة ولا أنا ماشي حياتي زي ما هي ماشية في رقم ستة أعتذر عن بعض المهام غير المهمة لتنفيذ المهمة أو المهام المهمة يعني بتعتذر عن بعض الأشياء ولا أي حاجة بتنفذها وأياً كانت مهمة أو غير مهمة أعتذر لصديقي إذا أراد اللعب وأنا لدي امتحان في اليوم التالي هل ممكن أعتذر عشان أنا عندي أشياء أهم؟ على حسب ما بعمل رقم ثمانية لا أؤجل المهام أو لا أؤجل المهام المطلوبة مني لآخر وقت ما بأأجلش الحاجة لغاية آخر وقت لغاية ليلة اللي امتحان أبتدي أزاكر هل بعمل ده ولا لأ؟ أعطي نفس الوقت الكافي للتمرين والتدريب آخر مهم عندي أقسم وقتي بين المذاكرة والرياضة واللعب ولا يضغى أحدهما على الآخر من خلال العشر أسئلة دولة أو العشر مهام دولة ومن خلال إجاباتك بدائماً أو أحياناً أو أبداً ركز بقى في اللي جاي علشان حضرتك هتدي نفسك الدرجة اللي بتستحقها بقول لي بعد أن تفرغ من الإجابة خلصت إجاباتك أعطي نفسك ثلاث نقطة على كل إجابة بدائماً شوف أنت جاوبت مثلاً خمس إجابات بدائماً بتلت كل واحدة فيهم بتلت نقطة يبقى أنت كده خدت خمستاشر نقطة في دائماً مثلاً تعال بعد كده هتدي نفسك اثنين نقطة على كل إجابة بأحياناً لو جاوبت بأحياناً هتدي نفسك درجتين واحد أو نقطة واحدة على كل إجابة بأبداً لو بأبداً هتدي نفسك درجة واحدة فلو عندك مثلاً إجابتين بأبداً هتدي نفسك درجتين لو عندك في أحياناً إجابتين بأحياناً هتدي نفسك أربع درجات وهكذا طيب بعد ده جمع الدرجات بتاعتك في دائماً وفي أبداً وفي أحياناً وشوف لو كان إذا كانت درجاتك بين خمسة وعشرين وتلاتين فهنيئاً لك لماذا؟ فأنت شخص منظم تعرف أولوياتك جيداً وإذا كانت درجاتك بين خمسة وعشرين فأنت في الطريق وبمزيد من الفهم والتنظيم والمحاولة ستصل إلى القمة أما إذا كانت الدرجات أقل من خمسة عشر فأنت في احتياج لمعرفة الأولويات وكيف تحددها ومهارات التنظيم المختلفة والآن هيا نتعرف الأولويات وكيف نحددها طيب بعد ما عملنا النشاط ده أو بعد ما عملنا الاختبار ده بيبتدي الدرس يقول لي إزاي بقى حدد أولوياتي إيه؟ المهم وإيه الأهم خلاص إيه الأشياء العاجلة ومهمة لازم أن تخلص حالاً وإيه اللي ممكن؟ تبقى مهمة بس أجلها وممكن تتأجل معايا تعال كده نشوف مع بعض اللي أول حاجة فيه أشياء عاجلة يعني لازم أن دلوقتي ومهمة زي إيه؟ كتحديد موعد لطبيب مع طبيب الأسنان لعلاج درس ملتهب دي أشياء عاجلة ومهمة أكيد مش هأجل بعد أسبوع أبقى روح للدكتور في درس بيقلمني أكيد دي حاجة مهمة وعاجلة لازم أن دلوقتي هأجل أي حاجة علشان هنهو رقم اتنين أشياء غير عاجلة ومهمة بمعنى أن أنا ممكن ما نفزهاش دلوقتي لكنها مهمة لازم أن أحدد لها موعد أديها فيه زي إيه؟ زي التخطيط لنزهة عائلية الأسبوع المقبل هي غير عاجلة ممكن الأسبوع القادم أو الأسبوع بعض القادم لكنها مهمة لكن مش ضرورية أن أنا خلصها دلوقتي مش عاجلة دلوقتي رقم ثلاثة أشياء غير عاجلة أو أشياء عاجلة وغير مهمة يعني لازم أن حالا تحصل لكنها مش مهمة لو ما تعملتش أصلا زي إيه؟ زي الرد على مكالمات مكالمات هاتفية ليست ذات أهمية أنك ترد على التليفون هي حاجة عاجلة أكيد لو واحد بيتصل بيها دلوقتي مش هرد عليه بعد أسبوع أو هرد عليه بعد ساعة أكيد لازم أن أرد عليه دلوقتي لكنها غير مهمة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر